عربة متهالكة تجر قاطرة من الأزمات هكذا يصف واقع الطاقة الكهربائية في العراق فالتدهور المزمن في هذا الملف يفجر يومياً أزمات ثانوية تتحول إلى عبء ثقيل يفاقم معاناة العراقيين خلال الأشهر الأولى من فصل الصيف برز ملف الطاقة ليكون الأول والأوحد بين اهتمامات المواطنين كما أنه أعاد المطالبات بسحب يد وزير الكهرباء وكبار المسؤولين في الوزارة جراء النقص الحاصل في ساعات التجهيز مختصون يرون أن قطاعات عديدة تتكبد يومياً خسائر فادحة جراء نقص الطاقة كقطاع الزراعة مثلاً حيث يعتمد الفلاحون على الكهرباء في تشغيل مضخات المياه لكن محاصيلهم الصيفية مهددة بالتلف في ظل هذا الواقع فضلاً عن الزراعة فإن تدهور الكهرباء تسبب بأزمة في مياه الشرب للكثير من المناطق خاصة القرى والأرياف بل حتى في قلب العاصمة بغداد إذ أكد برلمانيون تسجيل انقطاعات متكررة في المياه فيما قالوا إن هواتف المسؤولين والطواقم العليا في الوزارة مغلقة أو لا يردون على المكالمات ولسان حال المواطنين يقول إذا كنتم أيها المسؤولون لا تجيبون نواب الشعب فكيف يمكن أن تردوا على اتصالاتنا لنستمع إلى ما قاله النأب عبد الكريم عرطانة في مناطق مهمة مثل السيدية والدورة والكرق لا يوجد فيها مي للمي الطبيعي صار تقريباً خمس ستة يام وأنا ساكن في تلك المناطق وحقيقة الأمر طبعاً التلفونات مسكرة قابرت السيد الوكيل الوكيل الإداري الوكيل الفني ميشي للتلفون الأمين ميشي للتلفون أزمة الكهرباء انسحبت سريعاً إلى المرافق الحيوية الأخرى وعلى رأسها المستشفيات خاصة وأن بعضها خالية من المولدات لنشاهد ماذا حصل في مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة قبل أي عامة الصدر التعليمي البصرة وهان جناع خاص معام جناع خاص مطفية الكهرباء من الساعة بهدعش الصبح وهسا ساعة بثلاثة ونصف أمي فاقد الوعي وماكو كهرباء ولكن مدير مستشفى تروح لي شك مستشفى رحنا لقالوا ما شنسوي مو بيديني مطفية الكهرباء يعني بالحر وبالبصرة هذا وتتصاعد المطالب في العراق بشأن سحب يد وزير الكهرباء وفتح تحقيق حول المبالغ المصروفة لملف الطاقة فضلا عن محاسبة المتورطين في هذا الملف الذي أصبح عقدة تنتظر حلولا جذرية لا ترقيعية تضمحل مع حرارة الصيف اللاهب اشتركوا في القناة